بصوا جماعة خلاصة الكلام ان شاء الله الشروط والكرسات هتبدأ تطرح من يوم 15 فيها بقى كل حاجة لان هنا الشروط بتتفاوت وبتختلف على اساس ايه؟ على اساس القيمة السعرية وبالتالي القيمة بتاعة القرن اللي انت هتقدر تاخده ومن هنا هتقدر تعرف يا ترى هو انت من بتوع مثلا المبادرة الثلاثة في المية ولا انت هتبقى في المبادرة بتاعة الثمانية في المية ده على حسب القيمة بتاعة الوحدة انا عايز اقصط على 5 ولا على 10 ولا 15 ولا 20 ولا 25 ولا 30 حلو؟ فهنا هتعرف انت هتحط مقدم قد ايه؟ اتفقنا على انه المقدم قد يبدأ من 10% خد بالك ان قلت ايه؟ قد يبدأ من 10% وصولا الى احتمال 25% بيعتمد على الايه؟ بيعتمد على القيمة بتاعة القرن اللي انت هتاخده والمدة بتاعة التقصيد على كلنا كل حاجة هتطرح بإذن الله من يوم 15 فبراير الوحدات في الصحراء واضح انه لا الوحدات ما فيهاش خدمات الصورة بتقول لا مش الصورة الفيديو بيقول لا وبعدين لو انت في حد هدربك على ايدك حضرتك هتروح وتعين وتشوف عجبتك اشتريت ما عجبتكش حريتك ايه؟ اه واحد ماشي بالموتسكلة هو مكان ظريف انا مش بهزر واحد ماشي بالموتسكلة يعني المكان مقهول يعني في ناس رايحة وفي ناس جاية وهكز الشوارع متسفلتة الزرع محتوت الشجر كل حاجة الاندسكيب معمول زي ما بيتقال الوحدات حضرتك هتستلمها تسليم مفتاح ييجي حد يجي يقول لك غالية طب اشتري مني بس اشتري مني بس هو مفيش حاجة النهاردة هتروح تشتريها تسليم مفتاح وجهزة دلوقتي للاستلام وهتاخدها بالتقصد على 30 سنة مفيش اظن دي كلنا فاهمين واحدة كلنا عمر محد فينا راح مش هقول لك اشترى راح سأل على شقة ما كلنا اكيد سألنا في مراحل مختلف او حتى هذه اللحظة الكبير اللي خلفوا عياله وتخرجوا من الجامعة بيسألهم على شقة واللي لسه بيتجاوز بيدور على شقة واللي متجاوز وعياله كبروا شوية بيدور على الشقة الاكبر طبعا احنا عارفين ان ما فيش حاجة النهاردة هيروح يلاقي شقة تسليم مفتاح ومتشطبة وبالتقصيد على 30 سنة طبعا لا ده اصبح موجود واقعا قال لك بس اللي اقتصد عافية والنبي يلا ربنا يسامح